حسن حسان المكتب الاقليمي للفيفا دبي بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة نحن سعداء في تواجدنا في دولة العراق في ضيافة الاتحاد العراقي لكرة القدم زيارتنا هي من أجل متابعة مشاريع التطوير والمتعلقة الخاصة ببرنامج فيفا فورورد الخاص بالاتحاد القاري الدولي لكرة القدم متابعتنا من أجل الاستمرار في التخطيط والتنفيذ للمشاريع وكذلك لمتابعة رؤى وأفكار ولقاء الإخوة المسؤولين بالاتحاد العراقي وتبادل الخبرات في بسألة الخطة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد في الفترة القادمة ما هي المشاريع 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 الموجودة سابقا فيفا فورورد هو برنامج خاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم انطلاق من 2016 ويمضي في سايكلز من خلال 2016 ل2018 والسايكل الجديد من 2019 ل 2022 في برامج يتم تنفيذها وفي برامج راح تكون في المستقبل يعني أكبر برامج في العراق موجودة حاليا؟ بالنسبة على مستوى المشاريع لحد الآن لا يوجد مشروع ولكن ممكن في الفترة القادمة يتم تنفيذ مشاريع خاصة بالاتحاد هل وجدت أرضية خاصة لخاصة هذه المشاريع في الحراق؟ أعتقد الكرة العراقية بتاريخها العريق هي أرضية خاصة لكرة القدم مجالها وعشاقها ومن خلال مسابقاتها وخلال حضورها على مستوى الدولي هي من الدول المتميزة فإن كنا نتوقع هذه الانطباعات إلى الاتحاد الدولي على سعود المختلف وليس على صعيد رشاد العمل والبرامج حقيقة الاتحاد الدولي فيه طلاع وتواصل تام وبشكل كامل ومن خلال تواجد المكتب الأقليمي في الاتحاد الدولي في دبي هو وجودنا كحضور أساسي في متابعة الدول ومتابعة اتحادات المنطقة فالانطباعات والاطلاعات والتواصل هو مستمر بشكل يومي المخصصات الخاصة بالفيفا فورورد بروغرام تقام من خلال برامج يتم تقديمها من خلال الاتحاد القاري في كل دولة يتم التوافق عليها ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد المحلي الخطوة المقبلة إن شاء الله من خلال تقديم رؤى وأفكار الخاصة بالاتحاد المحلي ومن أجل تطبيقها في الفترة القادمة الله يسلمك الله يسلمك جميلة أهلها وأنا بين أهلي وأخواني وأتمنى إن شاء الله مزيد من النجاح للكرة العراقية ومزيد من التقدم والتطور على مستوى سواء المنتخبات أو على المستوى الاتحاد المحلي من خلال لجانه المختلفة ومن أجل تحقيق أهدافنا الخاصة بالاتحاد الدولي ومساهمة في تطوير كرة القدم وجعل كرة القدم الرياضة الجميلة لكل الناس في كل مكان شكرا